امشي ياضي يا بو زعرورة من هنا فيه راجل في الدنيا عامل في شعر وزعرورة انا ما باعتبرش اللي زيك رجالة روح خليك في حالك وملكش عربيات عندي انا صلحت العربية وفجأة اختفت في ايدي اه اصلا سحرة سحرة يا واد ولا مش سحرة امشي يلا اتكل على الله وملكش دعوة بيا وما تجيش هنا تاني انت عارف بتتكلم مع مين انا القصة سوكة والاجر على الله يلا يا حبيبي طب يا مامي اكيد هما اللي جابوا لك العربية وراحت في الوابق انت شكلك كده ما تعرفيش بتتكلمي مع مين انا مراد به الثيوفي لما تيجي تتكلمي معايا تتكلمي معايا عيدل مش كفايا اني بتكلم مع واحدة شبه الدكر انا مش عارف انت بنت ولا ولد انا بتكلم معاكي على اساس النكراجل هي فين اونستك دي وعربيتي هاخدها يعني هاخدها حتة ميكانيكية حقيرة ملكيش اي لازمة في الوجود انا هعرف كويس او يتعامل مع الاشكال اللي زيك اه ياني اه يا غبي يا حيوان يا بو زعرورة هيه ده انت شبه البنات على القل لنا دكر عاملة زي الرجالة مش عاملة زي البنات وعملة زعرورة زيهم فجأة مراد رجع لها تاني وهو متعصر اما القسطة سوكة كانت خايفة ومرعوبة جدا منه ما كانتش عارفة هيتصرف معاها ازاي لكن مراد كان قوي جدا وكان شديد وحاد جدا في كلامه قرب عليها وشدها من شعرها وهو بيقول شش ما سمعش تتكلمي علي نصف كلمة تاني وانا هعرف اخد حقي منك تالت وامتلت وهجيبك لغاية عندي وهاخد بطاري بطار لسانك اللي عايز اطهم جيه اللي يقطع لك لسانك يا ميكانيكية احب اعرفكم ببطلة روايتنا اسمها اسيل بنوتة هادية ورقيقة جدا من اسرة متوسطة باباها عنده ورشة ميكانيكا وكانت بتحب الميكاب جدا زيها زي بقيت البنات كلهم وكانت دايما بتحلم بالفارس اللي هيجيلها على الحصان الابيض علشان يجري بيها ويحقق لها كل احلامه اسيل وهي قاعدة في قدتها لقيت حد بيخبط على الباب وقالت ايوة مين اتفضلي دخل يا ست سالمة سالمة تكون اخت اسيل الصغيرة لسه في تالت عدادي اما بقى اسيل في تالت سنوي قربت تخلص وتدخل جمع على طول اول ما دخلت عليها سالمة وهي بتعيت قالت ايه ده ايه ده ملك يا سالمتي ايه اللي حصل لك هو في ايه انت بتعيتك كده ليه هو انت سكتة ليه ردي علي وقولي اوعيت قولي ان بابا جات له غيبوبت السكر تاني ردت عليها سالمة وقالت ايه يا اسيل جات له غيبوبت السكر هو عمال يخرف كده بالكلم ويقولي الورشة هو اسيل مش فهم حاجة تعالي له يا اسيل بسرعة عمال يخطرف ويندي عليك شكله كده في ايامه الاخيرة انا خايفة اوي يا اسيل عليك انت حارف انا بحب بابا قد ايه ربنا يستر بقولك ايه تعالي معي تعالي معي نروح له بسرعة عشان تطمني عليه اما اسيل اتصدمت جدا من الكلام اللي سمعته لانها كانت متعلقة بباباها اوي وكانت بتحبه جدا لانه كان بيشتغل كتير اوي وكان بيسعى اكتر على ان بناته يعيشوا في مستوى كويس واحسن من المستوى اللي عايشين فيه اسيل جريت على القوضة بسرعة جدا وفتحتها ودخلت جريت على باباها وبسيته في خده وبعدين قالتله بابا يا بابا اقول لي حبيبي حاسس بايه هاسيل حبيبتك الجاتة هي اقول لي يا بابا مش انت دايما بتقول لي انت الراجل بتاعنا وبتاع البيت كله اقول لي يا بابا ملك والنبي ارجوك انا عينك دي مش مريحاني اكيد اكيد ماخدتش البرشام بتاع السكر مش انا قلت يا بابا لازم تاخده رد عليها باباها وقال لا يا حبيبي انا اخدت البرشام واخدت كل حاجة بس خلاص اهو وقت وبنعديه خلاص يا حبيبتي انا خلاص هموت ما بقاش ليه غيرك يا أسيل انت كبيرة لازم تستلمي الورشة وتشتغلي فيها بنفسك يا حبيبتي علشان تصرفي على أختك وولدتك مفيش غير الحل ده يا حبيبتي طول حياتي بتمنى يكون عندي ولد علشان اللحظة دي بس انت عارفة عنا طول حياتي بعتبرك راجل راجل من دهر راجل من وانت صغيرة ما كانش حد بيقدر يدسلك على طرف واي حد من ولاد الجران لما كان بييجي عكسك كنت بتكسري لقديه ورجليه لاتنين أما أختك سلمة فهي عبيطة مش هتفهم حاجة وفجأة الاب غمض هنيه ومات أما سلمة وأسيل وممتهم كانوا عملين يعيطوا بكل حرقة أسيل اعتبرت ان والدتها وأختها خلاص فرقبتها ولازم تنفذ الوصية اللي باباها وصها بيها ولازم تفتح الورشة وتشتغل ميكانيكية يا بنات أبوكو اتوفى الله يرحمه خلاص كيفية لبس اسود بقى انتو لسه صغيرين بس أنا دلوقتي مش عارفة إيه اللي هيتم ولا إيه اللي هيحصل مين اللي هيروحي اشتغل في الورشة أنا عارفة يا أسيل انك مش هتقدري على حمل الورشة ده صعب قوي أنا عارفة انك بتفهمي في العربيات وتصلحها بس مش هتقدري ردت عليها أسيل وقالت ليه يا ماما ليه مش هقدر لا هقدر طول ما عندي عزيمة وإسرار وسيد بابا لازم أنفذها على أكمل وجه أنا هقدر وهفتح الورشة وهشتغل ميكانيكية لغاية ما ربنا يسهل واتخرج وقدر أصرف على البيت ده وكمان سلمة لازم تخلص دراستها يا ماما هي دي وسيد بابا ولازم كمان انتي تفضلي قاعدة في بيتك معززة مكرمة زي الأول وأحسن كمان يعني مفيش غير هو الحل ده إني لازم أنزل الورشة ورشة القسطة شعبان ومن هنا بقت ورشة القسطة سوكة بقت هي اللي بتصلح العربيات وتفوقت جدا في المجال ده وكمان كانت بتنافس الورش المجورة وبقت من أشهر القسطوات في البلد اسمها القسطة سوكة وكمان أسيل حبة المجال ده قوي حبته من كل قلبها علشان كده كانت بتكتهت فيه وكانت ممتازة فيه وتفوقت كمان عن بقية العمال الموجودين معاها اللي شغالين مع باباها بقالهم سنين أما فجأة وسوكة بتصلح عربية لقيت عربية دخلة عليها ومداش دشا مليون حتة كانت مستغربة جدا إزاي العربية دي ماشية رغم إنها متكسرة بالشكل البشع ده نزل منها واحد اسمه محمد وكان بيقول لها ابا ده إيه الجمال ده معقول انت إزاي أمر كده ولبسة لبسي ميكانيكية إزاي يعني أنا عمري في حياتي ما شفت بنتي بالجمال ده ردت عليه سوكة بكل حدة وقالي لو سمحت التزم حدودك أنا اسمي قصة سوكة والورشة دي تكون الورشة بتاعت الخاصة اتفضل خشي في الموضوع على طول وقل لي إيه مشكلتك وإيه اللي حصل في العربية وأي عطل في العربية إن شاء الله أنا هقدر أصلحه على طول محمد استغرب جدا وفضل يقول لا 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 عطل إيه تصدقي بقى ده نمي ده عيالي علشان أعمل حدثة بالعربية دي واجي عند الورشة دي واشوف الأمر ده اللي قولي لي هو فيه أمر بيطلع بالنهار وبعدين الإيدين اللي تتلافف حرير دي ينفع تمسك شحمه وتمسك عربيات مستحيل ده أنت لازم تقعودي معززة مكرمة زي الأميرات كده متوجة جوة باللورة القستة سوكة تعصبت جدا منه ودربيته برجليها ووقعته في الأرض وفضلي بتقول لما تيجي تتكلم معايا تتكلم بأدب لازم تعرف مين هي القستة سوكة مش معنى أن واحدة ميكانيكية تكون ست يبقى تعملها بالإسلوب ده وتفضل تعكسها لازم تتكلم على قدك يا شاطر وعقابا ليك العربية دي مش هتشوفها تاني خلاص اتصدرت رحت لك كبير فعالتك يا شاطر علشان يجي يتكلم معايا ويتفاوض معايا أنت واحد لسنك طويل وأما سوكة فضلت شداء من شهره وهو قاعد على ركبه أما محمد فضل يقول أنا آسف والله والله العظيم أنا آسف أنا مش هقولي الكلام ده تاني أنا ما كنتش أعرف أنك قوية للدرجة هايين يا ظهري ظهري تفشفش طيب أقولك إيه العربية أنا أصلا والله يسوق عليها وأستاذ مراد اللي هو عرف الحقيقة وإن أنا عملت حادسة هيقتلني فما بالك بقى لو عرف أن أنت كمان أخدتي من العربية هيعمل فيها إيه أسيلت عصابت منه زيادة وفضلت تقوله آه يعني أنت حت تسوق وكمان مش هاين عليك تسون الأمانة اللي في إيدك يبقى تستاهل اللي هيجرولك يبقى تروح للباشة بتاعك وتقوله يا حرام سامحني أنا بوصل لك العربية ودشدشتها لا ومش كده بس ده فيه بنت أخدت مني العربية ومش هترجع هالي إلا على جثتك خد بالك العربية تصدرت خلاص ومش هتشوفها تاني علشان تبقى تسون أكل عيشة يلا روح يا شاطر من هنا روح تحيل على البيب تاعك وقوله حرام عربية تمنها 2 مليون جنيه وضعت مني يلا مشي من هنا بدل ما أفتح لك دماغك محمد يعتبر اتكثح تماما ما كانش قادر يمشي كان بيحاول يزق في رجليه علشان يمشي من كتر الضرب لكنه فضل ماشي في الشارع وقعد على الرصيف ما كانش عارف يعمل إيه ولا يقول إيه لمراد بيه هعمل إيه يا ربي دلوهدي هروح أقول لمراد بيه إيه هقوله العربية عملت بيها حدثة وكمان في واحدة بنت هي اللي أخدتها مني يا نهار سود ده أصلا عصبي وأنا ما بقدرش أتكلم معيه هعمل إيه ربي أنا الحل الوحيد إني إني أقفل تليفوني فجأة وهو بيقفل الموبايل لقى مراد بيهتصل بيه يا سوادك لسود يا أرمط ده أنا خلاص هيتحط علي النهار ده بالسلس ده بيتصل بي هعمل ايه؟ انا مضطرة رد ما قدرش أفل السكة في وشه قالوا ايوة يا محمد اتأخرت كده ليه؟ انا مش قيل لك تكون موجودة عندي الساعة أربعة الساعة بقت ستة دلوقتي والدنيا ليلت علي اتفضل هيتها العربية فورا اه اه هروح على الميتينج دلوقتي اتأخرت بسبب سياتة والناس كلهم مستنييني والعربيات التانية مش موجودين في التصليح فورا يا محمد اما محمد ريكب تاكسي وكان عمال يفكر وكان جسمه كله بيترهش من كتر الرعب منه ما كانش عارف يقوله ايه بس كان مضطر انه يروح له علشان يقدر يفهمه اللي حصل لكن في التليفون كان ممكن يبهدل الدنيا وكان ممكن يرفضه من الشغل دخل محمد على مراد به ورجله كانت بتخبط في بعضها كانت رجلي بتقدم والتانية بتأخر اما مراد اول ما شافه قاله ايه يا ابني كل ده تأخير انا مش فهم انت ايه بصراحة اول مرة تتأخر علي بالشكل ده محمد انت عارف كويس اوي ان انا بحب الالتزان في المواعيد اتفضل يا سيدي هات مفتاح العربية خليني يلحق الميتنج اللي اتأخرت عليه بسببك انت واقف مبلم كده ليه وبعدين ايه ده ايه الجروح اللي في جسمك دي في ايه اللي حصل رض عليه محمد وقاله مهانا لازم احكيه لك بقى واللي يحصل يحصل ما هو مش هيحصل لي اكتر من اللي حصل بصراحة يا مراد بي انا 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 عملت حدثة بالعربية ورحت علشان اصلحها في بنت هناك مفتارية كانت موجودة في ورشة اللصة شعبان ولقيتها كانت وقفة هناك ومسكتني رنتني حتة علقة يا مراد بي واخدت مني العربية وفضل تهزقني وتشتمني وتقول لي روح هات الكبير اللي عندكو والعربية دي مش هتاخدها تاني مرادة عصب عليه قوي وفضل يزع فيه وهو بيقول نعم يا خويا يعني في البداية حضرتك عملتلي حدثة بالعربية وتاني حاجة روح تخليت واحدة ولا تسوى تاخد منك العربية ايه التهريج اللي انت فيه دا يا استاذ محمد بقولك ايه اديني عنوان البنت دي وانا هروح لغاية عندها وهتصرف معاها مادام انت بقى يا حلتها مش عارف تجيب العربية اتفضل يا خويا سيب لي العنوان وانا هتصرف لو لان انت شغال عندي بقى لك كتير من وانت صغير والله يا محمد لا كنت رميتك في الزبالة وكنت عرفت انا هعمل معاك ايه كنت جلتك بالكرباج ايوة وانت عرف ان هو دا عقابي مع اي حد بيستهون بيا اديني العنوان وفعلا محمد ايه دا العنوان اللي مراد به كان رايح الورشة وهو متعصب جدا وكان مستني يشوف مين هي البنت اللي تقدر تعمل معاها كده وتاخد عربيته اولا انا احب اعرفك بنفسي انا مراد بيه حضرتك بتاع ايه تاخدي العربية بتاعتي من السواء الخصوصي بتاعي انت فاكرة نفسك مين شكلك كده عايزة تعرفي انا مين كويس قوي وبتعملي الحرقات دي مع مين خير هو انت وقفة عمالة تتحكي زي الهابلة كده ليه خير شايفة اراجوز قدامك اما القسطة سوكة كانت عمالة تتحك عليه وفرحانة جدا من المنظر اللي شايفة قدامها لان محمد جاب الباشا بتاعه الكبير لغاية عندها وما كانتش بتتكلم معاه لكن اول ما تكلمت لبخت الدنيا وقالت اه بتحك ما تحكش ليه هو فيه راجل طول بعرض اسمه في البطاقة زاكر عامل زعرورة بجد شكلك يدحك موت علشان كده مش قادر اتكلم معيك روح يا حبيبي هاتلي الراجل اللي عندكو في عالتكو علشان اتكلم معاه يكون راجل كده ملوهدومه ومش عامل لي زعرورة في دماغه يلا يا حبيبي روح يا بابا ناديلي بابا ولا هاتلي ماما كمان علشان اتفاهم معاه انما واحد زيك ما بتكلمش معاه اما مراد اتحصب جدا وكان عايز يمدي ايده عليها وبعدين رده قال ايه اللي انت بتقوليه دا يا حيوانة اخراصي مش عايز اسمعك تفتحي بقك بولا كلمة تاني انت عارف انت بتكلمي مع مين وبعدين روح يشوفي نفسك انت شبه الدقر ولد انا كنت فاكرك ولد في البداية ولا فيكي اي ريحة اونوسة فين البنت ايه اللي يزبط لي دلوقتي حالا ان انت بنت مفيش اي حاجة ولو حتى طلعت لي البطاقة انا متأكد ان هلاقي غعفر بن خالتك مكانك في البطاقة انا ماشي وهعرف اجيبك لغاية عندي اما القسطة سوكا اعادت على الارض وفضلت تعايد لانه جاه على الجرح لانها كانت بتحب الميكوب قوي وبتحب لبس البنات بس مع الاسف ما جتلهاش الفرصة انها تلبس زيها زي البنات لكنها فضلت تقول بنا وبنفسها عنده حق منا فعلا شبه الولاد كل اللي يشوفني يفتكرني ولد بس هعمل ايه خاصبا عني الظروف هي اللي حطتني في الوضع ده يعني انا نفسي ابقى زي زي بقيت البنات بس هعمل ايه نصيبي اما مراد كان راكب عربيته وهو متعصب وكان عمال يفكر عايز يجيب البنت دي لغاية عنده تركع له بس ما كانش عارف يعمل ايه البنت دي انا مش هسيبها انا خلاص حطتها في بالي اه انا عارف انا هعمل ايه انا هعرف اتصرف وهجيبك لغاية بيتي وهعمل معاك الصح علشان اعرفك مين هو مراد بي سوكة اول ما خلصت الشغل راحت على طول على البيت امامتها اول ما شفتها قالت حمدل على السلامة يا روح قلب ماما نورتي البيت يا اسيل طول النهار بنبقى مستنيينك تدخلي علينا علشاني حاببتي تدينا الفلوس نعرف ندفع الايجار والمية والنور واختك تروحي الدروس الا انا بقى جاي لحتة خبر دلوقت يا بيتي يا اسيل حلوة قوي في ناس يا بيتي يا اسيل بشوات وعندهم فيلا طويلة عريضة طلبوا حد يكون ميكانيك الخصوصي بتاع عربياتهم يعني هتفضلي عايش معاهم في الفلا ايه رأيك ردت عليها اسيل وقال طب والورشة يا ماما هسيبها المين هو اي نعم عرض حلوة قوي واي حد يتمنى طب مش عارفة مما سيبين يا فقط لاني بصراحة مش عارفة هعمل ايه في الورشة وخلي مين بس يقعد مكاني فيها انت عارفة يا ماما اني دي وصية بابا وانا مقدرش ابدا اخلف وصيته ولازم انفذ وعد لي ردت عليها الام وقالت عادي اللوصة محمد واللوصة علي الف من يتمنى يقعد في ورشة القصة شعبان خليهم يقعدوا فيها وياخدوا يوميتهم عادي وانت تروح تشتغلي عند الناس دول يا حبيبتي ده انت هتعيش يعيشها فحياتك ما تحلمي بيها في فيلا طويلة عريضة وحليني بقى على معربية فيهم تبوز وتصلحها لهم ولكي البيت بتاعك اوضة طويلة عريضة هتعيش فيها برحتي وافقي بقى وافقي يا حبيبتي وربنا يصلح لك حالك ويلا يلا قمي يلا عشان تنامي على مجهز لك الغد طيب يا ماما مضطرة وافق خلاص اقولي للناس اني هروح لهم بكرة ان شاء الله وعندك حق ممكن القسطة محمد والقسطة علي هما الاتنين يعودوا في الورشة وكده يكون دخلنا زاد اكتر وكمان اقدر انا كمان اقدم في الجامعة اللي انا بحبها نفسي قوي ادخل الجامعة يا ماما زي زي بقيت صحباتي طيب يا حبيبتي حضر ليلي الغدى على ما روح اغير هدومي لحسن انا وقع من الجوع من الصبح وما كلتش حاجة وزبين بس عملين يحرقوا في دمي ليل ونهار اسيل دخلت قدتها ونامت اما تاني يوم الصبح اول ما صحيت من النوم لبست هدومها علشان تروح تستلم الشغل الجديد كانت مضطرة تروحها وتوافق على الشغل الجديد علشان مصاريف البيت كانت كتير وكلها على دماغها لوحدها اما اسيل اول ما روحت العنوان ودخلت من باب الفيلا اتصدمت وتوعمد من الجمال اللي كانت شايفاه عمرها في حياتها ما شايفت فيلا بالجمال ده فدلت تقول بينها وبين نفسها الله بسم الله ما شاء الله ما اقول كل الفيلا دي انا هسكن فيها فجأة طلعت لها الشغالة وقالت لها اهلا وسهلا يا فندي نورت البيت حضرتك عايزة تقابلي مين البيه الكبير ولا الستة الكبيرة ولا البيه الصغير اسيل ردت عليها وقالت بصراحة انا مش عارفة قابل مين بس اي حد علشان انا جاية هنا يعني ميكانيكاية لم أخذ اصلح العربيات لو سمعت يعني عن ان حد طالب الوظيفة دي يعني اقابل اي حد موجود هنا في البيت علشان اتفق معاه هم اللي طلبوني علشان ايجا اصلح لهم عربياتهم ردت عليها الشغالة وقالت ايوة يا فندم حصل تحت امر حضرتك هنديلك البيه الصغير هو اللي طلب حضرتك بالاسم عن اذنك يا فندم اتفضلت رياحي وخمس دقايق ساعت البيه هيكون عندك يا فندم وفعلا اسيل قعدت في الصالون وكانت عمالة تتفرج على الفيلا وكانت بتحلم انها ممكن في يوم من الايام يبقى عندها فيلا بالجمال ده ويبقى عندها خدم وعندها طبخي لكن فجأة شافت اللي محدش يتوقعه اسيلة صدمت اول ما شافت مراد هو صاحب الفيلا كلها وثابته ومشت اما مراد مشي وراها وكان مصمم انه يكلمها لكن اسيلة كانت متعصبة جدا وكانت متضايقة انها وصلت لغاية هنا والمفروض ان الشغل ضع عليها ومستحيل تشتغل معاه لكن فجأة قرب عليها مراد ومسك ايديها وهو بيقول انت رايحة فين هو انت فكرة ان انت هتقدر تطلعي من هنا هو دخول الحمام زي خروجه ولا ايه شطرة على فكرة لو عايزة تخرج من هنا يبقى بشروتي انا لان كل الببان مقفلة اصادك هو كمان السور عليهم اسلاك شائكة علشان كده يا حلوة مش هتقدر يتهربي من هنا انت يعتبري نفسك في سجن مش هتخرجي من هنا اللي ما تخلصي المدة بتاعتك وانتقم منك ومن الكلام اللي انت قلتيه علي علشان تعرفي مين هو مراد بيه وساعتها لما تتزليلي وترقاعي اصاد عيني هخرجت من الفيلا فهمتي هسيلت نرفزة قوي وزقته لانه كان ماسك ايديها وكانت متعصبة على الاخر وفضلت تزعق وتقول اولا ما ينفعش تلمس ايدي انت مين اصلا علشان تمسك ايدي بالاسلوب ده وبعدين ايه يعني هو انا خلاص اتحبست حضرتك حبستني في البيت ده او عتفتكر ان انا هستسلم وهفضل قعدة معاك هنا بتاع ايه يعني اقعد معاك هو انت مين اصلا علشان اقعد معاك في البيت ده اه هو بيت طويل عريض وجميل بس اكيد بابي ومامي هم اللي جايبينهولك يا حلتها ملكش دعوة بيا وسبني امشي من الفيلا احسن لك بدل ما هصوت وهلم عليك الناس كلهم وساعتها هقول ان حضرتك بتعتدي علي وهسوق سمعتك اما مراد رد عليها وقال صواتي عادي يعني لو صواتي من هنا للصبح مفيش اي حد هيرد عليك الفيلا مفيهاش غير خدم وبس ويا ستي لو فضلت صواتي من هنا لتاني يوم الخدم ولا هيعبروك وكمان احنا في سحرة مفيش حوالينا اي جران اه في قصادنا البحر بس يعني اي قوضة هتلاقي قصادك البحر يعني لو حبيت اخلص منك وغرائك وارتاح بس انت عقابك انك هتفضلي مع العربيات انا عارف انك بتحبيهم هتنامي في الورشة اما مراد قال لها الكلام ده ومشي وهو عمال يضحك عليها وهي بتقول له ورشة انا هنام في الورشة يا غبي يا بوز عرورة ملكش دعوة بيا انا هصوت اي حد هيسمعني وهخلي الخدم يتسلوا باهلي ويأخدوني هو انت حبسني ولا ايه امشي من هنا يا ودي يا بت اسيل فضلت قعدة في الجنينة كتير قوي لغاية ما بتدت تحس انها بردانة قوي اضطرت انها تدخل الجراش زي ما هو قال لها علشان تحاول تنام لكن اول ما دخلت قالت انا هنام ازاي بس كده هاضطر انام على الارض وبعدين ده انا بردانة قوي حس اني بقى ترهش فعلا البحر جاي بهوى جامد قوي لغاية هنا مع اننا في الصيف مش عارف اعمل ايه يا غبي يا متخلف اسبر علي والله العظيم ما هسيبك اما اسيل اعادت على الارض وسندت بدهرها على السلم وكانت عمالها تقول هو انا هفضل محبوسة في البيت ده المشكلة اني مش هقدر اصلا اخرج منه لاني ماما خلاص اتعشمت هي واختي اني هبعت لهم فلوس كتير كل اخر شهر هعمل ايه مضطرا اني استحمل واستحمل الغبي ده وعجرفته وافضل قاعدة هنا مفيش اي حل تاني اما مامة اسيل فعلا كانت فرحانة قوي ومبسوطة لان دخل البيت عايزيت كمان وكمان وهتقدر كمان تدفع مصاريف مدرسة سلمة اما سلمة اول ما رجعت من الدرس قالت ياه ده انا رجلي وجعتني قوي الدرس كان بعيد قوي ومشيت مصافة طويلة الا قوليلي يا ماما انت عامل اكل ايه النهاردة انا هموت من الجوع بصراحة يعني هو ولا قولك قوليلي وطميني على سوكة هي ما كلمتكش ولا حاجة يا ماما انا قلقان عليها قوي في الشغل الجديد ده الله اعلم يعني الناس اللي هناك بيعملوها ازاي هو ولا يطرى نايمة فينا يطرى بردانة ولا حرانة هو بتاكل ولا لأ بصراحة يا ماما احنا جينا عليها قوي حملناها مسئولية اكبر من حجمها ردت الام وقالت لا يا حبيبتي ما تقلقيش ده هي تلاقيها عيشة عيشة كويسة قوي ده عيشة فيلا طويلة عريضة واكيد الناس اللي هناك سيبن لها قوضة لوحدها تعيش فيها وانا شوية كده هتصل بيها علشان نطمن عليها بنفسنا هنعمل ايه انا عارفة انها شالت حملة قيل مش حملها ابدا وهي لسه صغيرة بس ما فيش بايدي حاجة ما فيش غيرها هي اللي قدر اعتمد عليها انما انت خايبة ما تقدر يشتد حملي المسئولية ردت عليها سلمة وقالت الله يرحمك يا قصة شعبان كنت مخلي البيت ده مش محتاجة اي حاجة اي نعم ميكانيكي بس كان دخلنا كويس قوي وكنا عايشين احسن عيشة واي حاجة بنطلبها كانت بيت جنة لغاية عندنا الله يرحمه بقى ويخللنا اسير هو بابا اللي حطها في المسئولية دي لما طلب منها انها تنزل للورشة بصراحة مسئولية صعبة قوي انا مستنية امتى بس اخلص دراستي على طول علشان انزل اشوف اي شغل وساعتها هقدر اساعتكم بس مع الاسف دلوقتي مفيش اي حد هيرضع اشغلني معاه غير لما لازم اكمل دراستي علشان كده مضطر مضطر اسكت واستحمل اما الام كانت زعلانة وحزينة قوي على وضع اسيل لانها اول مرة في حياتها تبعد عنهم كده وتبقى في مكان وهم في مكان تاني خالص وكانت زعلانة عليها لانها مش هتقدر تكمل دراستها الا ما تشتغل وتقدر تجيب لهم فلوس وها تضطر تشتغل علشان تصرف على اختها وعلى دراستها يا حبيبتي يا اسيل اتحطيتي في وضع مش وضعك وفي مكان مش مكانك الله اعلم اي حالك دلوقتي والام اتصلت بيها علشان تطمن عليها يا طرى يكون ايه وضعها اما اسيل قال ماما حبيبتي وحشتيني قوي قوليلي عاملة ايه وسلمة سلمتي وحشتني قوي قوي ايه انا اه اه ده انا عيشة في حتة فيلا يا ماما تحفى اه دي كل الفلا بتبص على البحر كمان اه ده الدنيا قوضة كلها بتاعتي ايه قوضة فيها سرير وتسريحة وميكاب اللي انا بحبه فيها كل حاجة اسيل كذبت على مومتها وبعد ما قفلت معاها الموبايل حطت دماغها على كويتشات زي المخدة بالزبط ونامت على الارض من غير ما تحس باي حاجة لان كان بالنسبة لها اليوم طويل جدا ومرهب وهي مش متعودة على كل التعب ده اسيلة حطت في وضع صعب جدا صعب ان اي حد يستحمله لكنها هنشوف مع بعض قد التحدي وقد المسئولية ولا لأ اما مراد كان قاعد في قطة وكان بيقول احسن تستاهل تلاقيها ميتة من البرد دلوقتي انا هعرف اتصرف معاك واعرف ازاي تقوليلي يا بو زعرورة انا بو زعرورة انا ازبري علي ياللي شبه الدكر انتي ماشي هانا بقى هوريك وهعرفك مين هو مراد بيه اما زلتك مبقى شنى فجأة مراد ابتدى يحس بتقنيب الضمير وافتكر ان مفيش حتى تحت ولا بطنية ولا اي حاجة ايه ده ده صحيح تحت مفيش ولا بطنية ولا مخدة ولا اي حاجة يعني معنى كده ان البنت دي نيمة على الارض انا مش هارف ليه سعبت علي مع ان يهين علي يقتلها في ايدي لا انا قلبي مش ميت للدرجاتي انا مضطرة انزل لها انزل لها واجبها هنا في القوضة وفعلا مراد نزل الجاراج لكن اول ما نزل استهرب جدا اول ما لقاها نيمة على الارض وحطت دماغها على الكويتشان سعبت عليه قوي وقرب عليها وكان بيحاول يصحيها علشان تقوم تنام فوق انتي يا يا انسة انسة ايه بس انا مش شايف اي اونوسة استغفر الله العظيم يا رب سمحني يا رب عن كذب ده يا مضمزيل يا استاذ وفجأة مرادت خض جدا لما لقاها اسيل كانت بتشخر من كتر التعب ايه ده هو ايه اللي حصل ده دلوقتي انا كراجل عمري في حياتي ما شخرت ابدا اعوذ بالله هو انا اصلا عمري في حياتي ام عرفت ان فيه بنت في الدنيا بتشخر انتي غريبة يا انسة اسمك ايه انتي يا سوكا امي من هنا تعالي اما مراد اضطر انه يشيلها علشان يطلع بيها الاوضة لكن اسيل ما كانتش حاسة باي حاجة غير انها نايمة وبس اما مراد كان عملي يتفرج عليها وهي نايمة كانت بريئة جدا وشبه الاطفال وشها ملائكي كان مستغرب جدا لصنعه الطويل ده ازاي وهي نايمة بتبقى شبه الملائك كده اما مراد دخلها قطه ونيمها على سريره وجاب البطانية وغطاها لان كان حاسس ان جسمها كله بيترعش من كتر البر وبعد ما غطاها بالبطانية قرب عليها وفضل قاعد جنبها وهو عمال يتفرج عليها على شعرها الاسود الناعم الجميل وعلى رموشها الطويلة كان سرحان في ملامحها اللي شبه الملائك اما فجأة حصل اللي محدش يتوقعه تماما جيلة عصبت جدا من مراد اول ما لقيته مقرب منها وفضلت تقوله ايه اللي انت بتعمله ده؟ اه هوا انت جايبني البيت لغاية هنا علشان كده؟ انت واحد مش محترم على فكرة انا همشي من البيت ده وحتى لو مرضتش اتماشيني من البيت انا بقى هموت نفسي ولا اللي في دماغك يتنفذ امشي امشي من وش دلوقتي وسبني انا هفضل قاعدة هنا ومش هخرج من القضاء دي ولا اقولك ما انا ما كاني في الجراج هنزل تحت وهنم تحت العربيات علشان اتدفق مش هو ده اللي انت عاوزه؟ مراد قرب عليها ووشوشها بكل هدوء وهو بيقول شش هو انت ما بتفصليش خالص على فكرة انا مش زالي في دماغك تماما انا لقيتك بردانة وعمالة بتطرعشي سعبتي علي وشلتك ونيمتك لهنا لغاية قطي قطي اللي ما فيش اي حد بيدخلها حتى ولو اعز الناس على قلبي فهمتي بس انا عملت كده ثواب لله يعني وبعدين انا هبصلك انت ده انت شبه الرجالة مراد لتاني مرة يجرحها بالكلام بعد ما قالها الكلام ده سبها ومشي وهو حس بالانتصار لانه انتصر عليها ورد قرمته بالاتهامات اللي كانت بتاتهمها له لكن ما يعرفش انه عمل فيها اكتر من كده انه جرحها بالكلام هاسيل قعدت على السرير وكانت عمالة تقول عنده حق انا فعلا شبه الولاد انا عمري في حياتي ما حسيت ان انا بنت بنت طبعية زي بقيت البنات تقول حياتي وانا حاسة اني فعلا شبه الولاد ما عرفش دي خلقة ربنا ولا ده امر واتفرد علي انت عندك حق يا مراد بيت عمرك ما هتبصلي اما مراد دخل الطويلة علشان ياخد الشوار بتاعه لكن كان عمالة يفكر في اسيل وكان بيقول بينه بين نفسه انه عايز يعرف اكتر عن البنت دي عايز يعرف ايه اللي حصل لها بالزبط علشان توصل تكون بنت ميكانيكية اول مرة يسمع عن بنت تكون ميكانيكية وكمان كانت صعبان عليه قوي لانه جرحها بالكلام ابتدى يحس انه غلطان ويحس بتقنيب الضمير وافتكر لما كانت بتتريق على شعره لكنه قرر انه يحلق شعره ويغير تصريحة شعره تماما علشان ما تقولهوش تاني انه شبه البنات وفعلا غير تصريحة شعره تماما وكان طالع زي الامر شكله يجنن راح على طول على المطبخ وراح لمديرة اعمال المنزل وقال لها لو سمحت يا مدام اعتماد كنت عايز منك طلب كنت عايزك تروحي تعملي شوبنج كتير جدا لمقاس قسيل قصد الميكانيكية سوكة عايزك تجيب لها لبس كتير جدا وكله مركات وميكاب وكمان ببلسل الشهر كل حاجة تخص المرأة عايزك تجيبها لي لغاية هنا وتحطيها فوق في القضة على سريرها بس اوعي اوعي يا مدام اعتماد تعرف اي حاجة كأني مشانا اللي عملت كده قول لها قول لها انك جايب لها الحاجات دي من نفسك عادي يعني كهدية منك ليها ردت عليه وقالت له طبعا يا فندم اعتبر ان كل اللي حضرتك قلته حصل وتنفس كمان تحت امر حضرتك هجهز بس للحفلة بتاعت بالليل وعلى طول هروح اشتري لها اللبس اما اسيل كانت بتصلح لهم العربية ايه يعني كانت بتشوف شغلها الطبيعي بتاعها انها تنام تحت العربيات والشحم ينزل على وشها لكن وهي بتصلح العربية كانت بتفتكر كلام مراد القاسي الجارح وكانت عارفة ان في حفلة بالليل وعارفة ان كان هيبقى فيه بنات حلوين جدا انما هي اكيد هتطلع وحشة لكن فجأة ابتدت العربية تنزل على وشها ما كانتش عارفة تتصرف ازاي لكن ابتدت تحس ان حد بيشدها من تحت العربية طلع مراد وشالها من تحت العربية وانقذها بسرعة جدا وكان متعصب عليها وهو بيقول انت ازاي تقعودي تحت العربية كده وبعدين ازاي رفعها بطوبة بس قد العربية يا زكية اتقل من الطوبة وقصرتها وكانتها تنزل على دماغك كنت هتبقي مبسوطة دلوقتي لو العربية نزلت على دماغك موتتك اه ما كنت هبقى انا الجاني انا اللي هكون قتلتك المراضي صح ردت عليه اسيل وقالت انا انا هو انا صحية انا عايشة يعني ولا انا موت انا حسن اني خلاص كنت حسن العربية هتدوس علي وخلاص هموت بجد مش مصدقة نفسي ان انا عايشة لغاية دلوقتي انا مش عارفة اشكرك ازاي اني انت انقصتني انا فعلا كنت حسن ان انا خلاص خلاص بموت اللي اقول لي هو انت غيرت تصريحة شعرك ليه اه علشان ما اقولكش يا ودي يا بيت تاني قولي الحقيقة وقر واعترف دلوقتي حالك اللي خلاك تغير تصريحة شعرك وتفك الضرورة اللي كنت عاملها بس انت عارف دلوقتي احلب كتير على القل لما ايجي اتكلم معك احس اني بتكلم مع راجل مش قبل ما اتكمل الكلمة مرات سابها ومشي اما اسيل كانت عملة تضحك عليه وكمان كانت فرحانة من جواها لانه نفس كلامها وغير حاجة في شخصيته علشان خطرها هي وفجأة استدت اعتماد راحت قالت لها انها لازم تطلع القوضة دلوقتي حالاً لان القوضة دي هتكون بتاعتها من هنا ورايح وكمان جايبا لها هدايا كتير فوق على الترابيزة اما اسيل اول ما طلعت القوضة استغربت وفرحت واتفجأت جداً القوضة كانت تجنن اول مرة في حياتها تدخل قوضة بالجمال ده كانت عاشة في قوضة جميلة في بيت اهلها بس بتاعتها هي وسلمة لكن اول مرة في حياتها تعيش في قوضة طويلة عارضة بالجمال ده وكمان لوحدها سلمة قعدت على السرير وفضلت تقول ياه انا تعبت قوي من نمت الجراش دي تقول الليل وانا نايمة على الارض لما ظهر تكسر اخيراً نمت على السرير وارتحت وكمان القوضة فيها تكيف وتلفزيون فجأة عنها جت على الشنط اللي عالترابيزة جريت على طول قعدت جنبها وفضلت تقول اه صحيح الست اعتماد قالتلي انها جايب لي هدايا كتير قوي يا طرق ايه الهدايا اللي في الشنط دي يا رب يكون ميكا انا بحبه قوي ونفسي حط ميكا هو بقى شبه البنات علشان اغيز الاسم ومراد ده بس مش عارفة هقدر اسدلها تمن الهدايا دي اما مراد كان بيازم زميله علشان كان عامل بارتي كبير جدا كان متعود كل شهر لازم يعمل البرتي ده ويازم كل صحابه ويعزمهم على العشا والست اعتماده معاها شفات كبيرة هم اللي بيعملوا الاكل ايوا يا حسام بقولك ايه او عتقول للمجنونة اللي اسمها هديل او عتقول لها حاجة على الحفلة انا مش عزمها مش نقص جنان انت عارف هتموت علي ايا اما البنت دي اسمها هديل بتعشق حاجة اسمها مراد لكنه مش بيعبرها تماما قالو قالو ايوا يا منا او يا حبيبتي طبعا سمعت بالحفلة هو انا اقدر انسى اليوم ده طبعا ده انا لبسة وجهزة وهروح حالا وحشني موت مراد مع اني شغلة معايا في نفس الشركة بس بيوحشني مش عارفة ليه مش معبرني وكل شوية اغير ستايل لبسي وشعري وعمل المستحيل علشان اعجبه لكن مفيش فايدة بس على مين ده انا مش هسيبه اما مراد قرر انه يعرف كل تفاصيل حياة سوكة وفعلا اتصل بمحمد السواء علشان يروح يسأل عليها في الشارع ايوا يا محمد معقول يعني البنت دي اضطررت تشتغل ميكانيكية في ورشة ابوها لما مات علشان تصرف على مامتها واختها ياه البنت دي عانت كتير قوي يعني مش عايشة سنها زيها زي اي بنت كل البنات اللي انا عرفهم بابي ومامي هم اللي بيجيبوا لهم كل حاجة اما البنت دي بتشتغل وتشقى وتتعب علشان كمان ما تصرفش على نفسها علشان تشتغل وتصرف على امها واختها البنت دي بيجد مميت راجل انا غيرت نصريتي فيها تماما بس يا رب بتوافق تلبس الفساتين اللي انا جايبها لانها لو حضرت الحفلة النهاردة والبنات شافوها هيتطريقوا عليها وبجد هيهنوها وانا مش عايزة اشوفها في الموقف ده تاني اما اسيل لبست فستين من اللي كانوا في الشنط وحطت ميكب لقيت ميكب كتير جدا وسيبت شعرها وعملته ليس وحطت وردة في شعرها كانت طلعة زي الامر والاول مرة في حياتها تلبس اللبس الشيك الحلو ده كانت حاسة انها فرحونة قوي وفعلا كانت جميلة كانت شبه الاميرات اما مراد راح يكلم استاد تعتماد وقال لها بص يا مدام اعتماد انا عايزك تطلعي تنادي الانسة اسيل دلوقتي خليها تجيلي على قطي بصي قول لها مراد بيه عايزك ضروري ما تقول لهاش عايزها ليه وكمان تطمني لبست اللبس اللي جبتيه ولا لأ ولو مش عارفة تلبس حاجة ارجوكي تسعديها وتمكي جيها اكيد البنت دي محتاجة مساعدة ارجوكي اعتماد اعمل لها كل اللي هي عوزاية اما مراد طلع قطه وهو بيشرب استجار بتاعه كان عمالي فقر يطرع شكلها وتطلع ازاي يطرع تطلع حلوة ولا يطرع تطلع عادية كان مستني بفارغ الصبر انه يشوفها وهي لبسة اللبس الجديد وفجأة مرادة فاجئ اول ما لقى اسيل لابسة فستان حلوة اوي وكانت طلع زي الامر شبه الاميرات بالزبط اتصدم منها وقال ايه ده؟ معقول؟ انتي سوكا الميكانيكية؟ لا 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 انا بجد مش مصدق انتي اجمل بنت انا شفتها في حياتي انتي بجد طلع زي الامر انتي عارفة؟ عمري في حياتي ما كنت تخيل ان جواكي امر كده وبالجمال ده ام الفين بقى عشر الرجالة اللي بتطلعيهم علينا ردت عليه اسيل وقالت تم هنا لازم اطلعهم عليه علشان انت برضو كنت شبه خليني سكتة بقى احسن طالما كل واحد فينا اتغير للأحسن يبقى دي حاجة كويسة وبداية المهم هقول لي هو احنا مش هننزل الحفلة بقى ولا ايه انا متشوقة جدا انزل الحفلة واشوف صحابك وتعرف عليهم انت عارف يا مراد انا مكنش عندي صحاب من زمان رد عليها مراد وقال طبعا وهم يطولوا يتعرفوا على بنت جميلة شبهك تقبالي يا جميلة الجميلات تتوضعي وتنزلي معايا احطي ايدي في ايدك وعرفك على الناس كلهم تقبالي تقبالي يا اسيل اسيل كانت فرحانة كانت حاسة انها بتحلم وطبعا ما اعترضتش اكيد طبعا وافقت اسيل كانت عمالها تبصله بكل حب وبتدت تحس ان مشاهيرها بتدت تتحرك اتجاه مراد ومراد كمان اول مرة في حياته يحس بالحب بس هما الاتنين كانوا كاتمين مشاعرهم جواهم ونزلوا على طول على الحفلة وكل صحاب مراد استغربوا جدا ما كانوش فاهمين مين البنت دي وخصوصا هديل كانت وقفها تتجنن وكانت متعصبة قوي اول مقال اهلا وسهلا بيكو يا جماعة في الحفلة المتوضعة دي وحب اشكر كل اللي عزمتهم وجوهم نوروني واشكر كمان اللي معزمتهمش وبرضو جو منوروني احب اعرفكم بالبنت دي اسمها اسيل ولازم تعرفوا انكو هتشوفوها كتير جدا الفترة الجاية البنت دي تكون خطبتي الكل اتصدب من الكلام اللي قاله مراد بما فيهم اسيل ما كانش حد فاهم اي حاجة اما هديل كانت عاملة زي المجنونة وقربت عليه وفضلت زع فيه بأعلى صوت وهي بتقول ايه اللي انت بتقوله ده هي مين دي اللي خطبتك عمرك ما هتخطب اي واحدة غير يا مراد هعرف ليه لان انت عارف كويس انا بحبك قد ايه مين اصلا اسيل دي انا بقى مش هسكت لما عرف مين هي اسيل واعرف اصلها وفصلها واحب عرفك بقى ان انت مستحيل تتجوز واحدة غيري اما مراد سكتها وهو بيقول مش عايز اسمع ولا كلمة ملهاش اي لازمة انا حر اخطب اللي انا حبها واللي تعجبني انما انت ما تعجبنيش انا حر ايه هتتجوزيني غصبا عني انا واسيل بنحب بعض وخلاصت خطبنا وانا عملت البرتي دي النهاردة مخصوص علشان اعلن فيها خطبتي انا واسيل انا وحب عمري انما انت خليك في حالك وقلتلك مليون مرة بعدي عني انا ما بحبكيش هو الحب بالعافية روحي دلوقتي هديل يلا يا اسيل مراد مسك ايدين اسيل ومشي اما هديل كانت بتبص لهم بكل غضب وهي بتستحلف من جواها انها لازم تنتقم من البنت دي ما كانتش عارفة هي مين اما بقى اسيل اول ما طلعت القودة مع مراد فضلت هي كمان تزعق فيه وتقول هو ايه اللي بيحصل ده خطبت مين انا خطبتك ازاي يعني كويس جدا والله ان انا بتخطب اصلا من ورا دهري سبحان الله انا مخطوبة وانا معرفش وبعدين مين اللي اسمها هديل دي اللي عملت زعق فيك وعملت زعق فيا بالشكل ده مراد انا مليش في الحوارات ومتدخلنيش في مشاكل انا جاية هنا اقدم مهمتي وامشي على طول انت اللي حبسني في الفيلا دي ومش عايز تخليني امشي بقولك ايه انا عايز اعرف كل حاجة حالا وفجأة هديل وكانت بتتكلم بكل هدوء وهي بتقول مراد هو انت فعلا خطبتني طب ازاي ازاي وانا معرفش اه هو انت جايب لي الفستين ده علشان كده واتكسفت ومشت اما مراد كان بيقول وانا بنقدر اخطب واحدة زي الامر كده اه بقى خطبتي بقولك يا سوكا وبيحددي معاد الفرح اصلا مستعجل بصراحة مراد كان بيقول الكلام ده من كل قلبه وكان يتمنى ان تكون دي فعلا الحقيقة اما هديل اول ما روحت البيت كانت عمالة زعق بصوت عالي مع نورة صاحبتها وكانت بتقول شفتي شفتي يا نورة اللي حصل انا مش هسكت مش هسكت ولازم اشوف البنت دي مين ولازم اعرف كل حاجة عن اصلها وفصلها واعرف مين علتها وجابها منين دي انا عمري ما سمعت اصلا ان يعرف واحد قبل كده اسمها اسيل عجبك كده يا نورة واقف قصدنا كلنا وقال انه كمان خطبها انا متأكدة ان هو اصلا ما خطبهاش انا متأكدة ان هو عامل كده علشان يغزي بس انا بحبه قوي ومش هسيبه وهفضل وراه اللي غاية ما يوافق يتجوزي هو بقى كده حتى لو كان بالعافية ردت عليها نورة وقالت هو في حب بالعافية يا حبيبتي بلاش الكلام الفاضي ده ركزي هو دلوقتي موجب بوحدة اسمها اسيل يبقى خلاص نطير اسيل من قصاده اول ما اسيل دي نخليها تمشي من قدامه وتختفي او تتخطف او تموت ساعتها هيرجع يفكر في هديل الامر هو يقدر يستغنى عنك يا بنتي هو اللي اصلا يقدر يشوف في جمالك انتي احلى منها بكتير انا عايزك يتصك في نفسك وما تفكريش في اي حاجة غير في اننا ننتقم من البنت دي بس لازم نعرف هي مين الاول وجابها منين ردت عليها هديل وقالت هو ده الكلام المزبوط ايوة كده يا نورة يا جمدة هو ده التفكير السليم انا كنت منفعلة اول ما شفته مسك ايديها كنت هتجنن يا نورة بس فعلا انتي عندك حق لازم نخطط وانتكتك ووحدة وحدة هنطير اسيل من قصاده وساعتها مراد بيه لازم يتجوز هديل اما اسيل راحت على قدتها وكانت حسة انها فرحانة قوي وحسة انها طيرة من السعادة اتبسطت جدا لما مراد عمل معاها كده وانه قدمها قدام صحابه كلهم بانها خطبته وكانت بتحلم باليوم اللي تبقى خطبته فيه رسمي ابتدت تحس انها بتحبه قوي كل ما بتشوفه بتحس ان قلبها بيدق جامل ياه انا النهاردة اسعد انسانة في الدنيا امتى امتى يجي اليوم اللي اتخطب له فعلا بجد انا بحبه قوي مش عارفة ازاي وامتى والحب الجيب سرعة ده بس فعلا لا محبا لبعد عداوة بحبك قوي يا مراد ومش عارفة نفس الموضوع يبقى حقيق بس مش هينفع وضح لك ده لازم افضل مخبية لغية ما هو يجي يعترف لي بنفسه ياه انا لازم اتصل بماما وسلمة دول وحشوني قوي قالوا ايوة يا ماما انا بخير يا حبيبتي مبسوطة مبسوطة قوي حسن يطيرا من السعادة كمان اه اه البيت اللي انا شغالة فيه ناس محترمين قوي وبيحبوني وبحبهم انت عارفة يا ماما انا عايشة في قوضة طويلة عريضة كلها لوحدي وجابوني ميكاب كتير قوي وكمان جابوني لبس كل الحاجات اللي بحبها موجودة في البيت ده انا عايزك تتطمني علي وتحطي في بطنك بطي خصيفي زي ما بيقولوا بجدي يا اسيلي يا حبيبتي الحمد لله يا رب ده انا كنت قلقان عليكي قوي اصل انت بقالك فترة ماجيتيش زورتينا وخفت الاحسن يكونوا الناس اللي انت شغالة عندهم اعملوا فيكي حاجة لا سمح الله لكن الحمد لله وقال فحمد وشكري لك يا رب طالما انت فرحانة ومبسوطة احنا كمان نكون فرحانين ومبسوطين بس بقولك ايه يا اسيل انت بقتي كل شهر بتبعت لنا فلوس كتير قوي انت بيجيبي يا حبيبتي الفلوس دي كلها منين ايه؟ فلوس؟ انا مبعدتش حاجة انا لغاية دلوقتي بحوش في الفلوس في ظرف انا علشان علشان ادهو لكم كاملين اه معقول يكون هو مراد عموما اه يا حبيبتي اه فيه ناس تابعي هما اللي بعتن لكم الفلوس اه اه الناس اللي انا شغالة عندهم بيدوني مكافئات بس مش عايزين يدهملوا في ايدي علشان ما ضيعهمش علشان كده بيبعتهم تيل وهي بتكلم مومتها في الموبايل فجأة حست ان فيه حد واقف وراها واول ما بصت لقيت حد ملسم وماسك مسدس الموبايل واقع من ايديها في الارض وممتها على تليفون ما كانتش عارفة ده مين يا ايه ده هو انت حرامي حرامي اكيد صح اكيد حرامي انا والله ما عملت حاجة ولو جاية تسرقني انا اصلا ما عيش ولا جنيف جيبي هرجوك هرجوك سبني في حالي انا عاوز عيش هو ملكش دعوة بي بص اخرج من الشباك على طول وكأني ما شفتكش بس انت جاي هنا اكيد علشان تسرق مراد مراد برضو ماهوش فلوس وبعدين انا هقفلك لو انت جاي تسرق مراد مش هتقدر تسرقه علشان انا اللي هقفلك بقى حتى لو قتلتني ايه انت يا ملسم انت بمتردش علي يا ليه فجأة رضت صوت بنت وهي بتقول انا مش جاي اسرقك ولا جاي اسرق مراد انا عايزة اعرف حاجة واحدة بس انت مين قوليلي اصلك وفصلك بالزبط عايزة اعرف كل حاجة عنك قوليلي تاريخ حياتك وساعتها لو قلت بصراحة انا مش هقف المراد ومش هسرقه وكمان مش هاخد منك اي حاجة ولا هسرقك وهمشي من هنا على طول رضت اسيل وقالت حاضر حاضر هقول كل حاجة انا مجرد بنت ميكانيكية ابويا القسطة شعبان وصاني قبل ما يموت اني امسك الورشة بتاعته وتعلمت تصليح العربيات وبقيت ميكانيكية ميكانيكية كبيرة جدا وبقوا بيقولولي القسطة سوكة اكبر قسطة في البلد كلها لتصليح السيارات اما مراد طلب يشتغل هنا معايا في البيت علشان اصلح له العربيات اللي في البيت بتاعه مفيش اكتر من كده علشان كده نعايش معاهم في البيت ده لكن انا ولا حاجة يعتبر زي الخدامة بالزبط قعدة في البيت ده علشان اخدمهم وصلح عربياتهم لكن انا مش موجودة في البيت ده علشان اي غرض تاني فهمت بقى كل حاجة ايوة يا اسيل انا مش سمعة صوتها خالص يا حبيبتي رضي علي مين ده الملسم اللي دخل عليك يا قلبي انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لها الحق يا سلم شكلها كده دخل عليها حرامي طب هنعمل ايه دلوقتي يا حبيبتي يا نرعين يا بنتي ايه الحل هقالو يا اسيل سلمة رضت على مامتها وقالت ايه يا ماما هقوليلي في ايه مالها سلمة حرامي انت بتهذر يا ماما حرامي دخل عليها طبعا نعمل ايه ربي دلوقتي مش هينفع نسيبها لوحدها دي بتخفم الحرامية قوي يا ماما هنعمل ايه بدت الام وقال ايه يا سلمة حرامي حرامي دخل عليها مش عارفة مش عارفة هنتصرف ازاي دلوقتي انا عارفة العنوان قبل ما تمشي سبيتولي في ورقة بس هنروح ازاي ده احنا الفجر اه لازم نروح بس هنروح ازاي ومين هيوصلنا ما عندناش عربية حتى نروح بيها انا حاسة ان دماغي تشلت مش عارفة فكر فكر يا سلمة وقليلي هنتصرف ازاي وهنروح لختك ازاي دلوقتي انا خايفة عليها قوي اما سلمة بعد ما فكرت كتير ردت وقالت لمامتها هقولك على حاجة يا ماما احنا هنتصل بالقصة محمد دلوقتي حالا ونصحيم النوم ونقوله اننا في مشكلة ولازم يكون عندنا دلوقتي حالا وندحك عليه ونقوله ان في حرامي عندنا في البيت واول ما يوصل لغاية عندنا هناخده على طول هو وعربيته ونروح لأسيل مفيش غل الحل ده يا ماما علشان نقدر ننكز أسيل اكيد دلوقتي حبيبتي في خطر يلا نتصل بيه بسرعة اما فجأة هديل قلعت المسك وطلعت هي اللي كانت مسكة المسدس وفضلت تقول كلام جارح لأسيل وهي بتقول اه يعني انت حتة ميكانيكية حقيرة ولا لك اي لازمة والبيه مراد بيبصلك انت واقف قدام الناس كلهم وبيقول ان انت خطبته خطبت مين ده يا نايا انت في البيت ده انا هعرف اوريكي مجرد واحدة يعتبر خدامة قاعدة في البيت ده علشان تصلاحي العربيات انا هوريكي بتعملي راسك براسي ازاي اما مراد وبتقول لها كلام بشع جدا وبتزلها وبتعيرها اما مراد مسكها من درعها وضربها بالقلم على وشها هدي الفضل اتعايت لما فضل يزعق فيها ويقول انت اين لي جابك هنا يا حقيرة هو انا مش قلتلك مليون مرة انا مش عايز اتجوزك هو ما بحبكيش وما بقبلكيش هو بالعافية انت انسانة ما عندكيش دم ولا عندك ضمير لما تتسحبي على بيوت الناس وتدخلي من الشبابيك وتهيني اسيادك يبقى انت لازم تتهاني زيهم وتخرجي برا الفيلا دي وما تجيش هنا تاني وعلى فكرة اسيل فعلا تكون خطبتي وهروح اتقدم لها هطلب ايديها من اهلها لانها لها اهل وعيلة مش زيك ولا لك اهل ولا حد بيعبرك وكمان هتجوزها في ظرف يومين اتنين والفيلا دي كلها هكتبها باسمها هديلت صدمت من الكلام اللي سمعته وكانت عمالة عايض بصوت عالي بكل حرقة وقهرة لكن تلعد تجري بسرعة جدا اما مراد قرب على اسيل وكان بيقول اسيل انا اسف اسف على كل كلمة جرحتك كل كلمة جرحتك جرحتني انا كمان وعلى فكرة يا اسيل انا فعلا الكلام اللي قلته ده مصبوط اسيل انا بحبك بحبك من اول مرة شفتك فيها ولكن مكنتش عارف اقولك الحقيقة كنت خايف انت كمان ما تكونيش بتحبيني بس قررت اني اعترفلك بالحقيقة وخلاص يا اسيل هو انا لو طلبت ايدك من والدتك هتقبلي تتجاوزين يا اسيل اسيل ما كانتش مصدقة كلام اللي بتسمعه بودنها وكانت فرحانة وطيرة من السعادة لكنها ردت على مراد وقالت طبعا طبعا موافقة هو انت كل ده وما حسدش بحبي ليك ما هو علشان بتخنق معاك علشان كده بحبك وبعدين انا اول مرة في حياتي هحس ان في حد واقف في دهري وبيدفع عني وبيمنع اي ازن ويقزيني طبعا يا مراد انا من اول ما شفتك انا كمان ابتديت حس ان مشاعري ابتديت تتحرك اتجاهك لكن ما كنتش عارفة اقولك ازاي كنت خايفة بصراحة اقولك الحقيقة اما مراد الرد عليها وقال انا بحبك بحبك يا اجمل بنوتة في الدنيا كلها وبحب القسطة سوكا لجواكي على فكرة الفيلا دي انا هكتبها باسمك لانك تستحقيها وبعد كده اي فيلا او اي عربية جديدة انا هشتريها هتكون باسمك انت علشان تكوني حاجة كبيرة اوي في وسط المجتمع وفي نظري وفي نظر الناس كلهم بحبك يا اسيل وهم بيتكلموا حد خبط على الباب الست عنايات الشغالة دخلت علشان تقولهم ان في حد بيخبط تحت على الباب وعايز يقابلهم انا اسفى يا مراد بيه بس فيه واحدة ست ومعها كمان بنت صغيرة بيقولوا ان هم اهل انسة اسيل وعايزين يقابلوها معرفتش اقولهم ايه ومامتها كانت بتقول اسيلي حبيبتي الحمد لله يا نور عيني اننا شايفاك بخير وسلام قوليلي انت كنت بتكلميني في الموبايل وفجأة واقع من ايدك وسمعاك بتقولي ان الملسم ده عايز يقزيك قوليلي يا حبيبتي ايه اللي حصل معاك فجأة مراد رد عليها وقال يا فاندم ما فيش اي حاجة حصلت اسيل زي ما هي قدامك كده زي الفل بس انا طالب من حضرتك حاجة واتمنى انك توفقي انا انا بحب بنتك اسيل وعايز اتجوزها ومهرها الفيلا دي وهيعمل لها كل اللي هي عاوزاه وكل اللي حضرتك تتمري بيه هيكون تحت امرك انت واسيل بس المهم هي ان انا اتجوزها وحضرتك توفقي ومن هنا ورايح انت وسلمة اختها هتعيشوا معانا هنا في نفس الفيلا ارجوك يا فاندم توفقي انا بحبها قوي وان شاء الله عوضها عن كل اللي فتها وفعلا هم الاتنين سفروا برا البلد واتجوزوا وكتبوا الكتاب برا علشان كده مفيش حد من عالتهم كانوا حاضرين الفرح لكن الاتنين كانوا مبسوطين قوي وعيشوا في تابات ونبات وخلفوا صبيان وبنيت